وفي ذات السياق وضعت قوات الأمن التونسية القاضي بشير العكريمي تحت الإقامة الجبرية وذلك على خلفية اتهامه بإخفاء ملفات متعلقة بالإرهاب منها ملفان عن اغتيال معارضين بعد الثورة ويأتي وضع العكريمي رهن الإقامة الجبرية بعد أن تعهد رئيس التونسي قيس سعيد تعهد بمكافحة الفساد المستشري في كل القطاعات وكان مجلس القضاء قد قرر قبل أسبوعين إحالة العكريمي إلى النيابة العامة على خلفية شبهات التسطر على ملفات متعلقة بالإرهاب كما ألقت قوات الأمن القبض على نائبين في البرلمان هما يسين العياري وماهر رأزيد وذلك في إطار قضايا سابقة بعد قرار الرئيس رفع الحصانة عن نواب البرلمان كما تم توقيف القيادي بحركة النهضة رضا رادية بولاية المهدية وذلك لنشر فيديوهات تحرد على العنف والاقتتال